الاسطونيون السبع مجددا عبر رسالة مصورة بلا درجاتهم كما في الرسالة الاولى ولكنهم هذه المرة لن يتوجهوا الى الملك السعودي ولا الى العاهل الاردني ولا الى الرئيس الفرنسي هذه المرة سيتوجهون مباشرة الى الحكومة الاسطونية اشارة واضحة الى الحكومة الاسطونية اشتدعت من اتصالا مباشرا بوزير الخارجية الاسطوني الذي نفى ان تكون هناك مفاوضات عللية او سرية بين الحكومة الاسطونية والاتحاد الاوروبي والخاطفي مختلفة لديها سنة ليسا ب ما نقوم بemedal because a month ago we also received video message where they approach to different leaders from other countries but so that in this sense in defense message actually does not mean anything and there have been أو حقًا أثر من أصدقائك لقد تجد تحصلوا على التعديد في ذلك الوقت أو إذا جدت هذه الفيديو أمود إلى مدينة أحصلت هذا المسجل هذا المصير لكن ما حصلت تجاريه إليه مستمع من مصير أنه مهم بسيطة هذا المسجل لقد محصلة خاطفون يريدون أن يحافظوا على الإطلاق وأن يطوروه عبارة ملتبسة لا تنسجم تماما ونفي وزير الخارجية وجود مفاوضات سرية أما الأكثر التباسا منها فهو ما نفه وزير الخارجية الإستوني مما نقل عنه من أن الخاطفين ليسوا إرهابيين ولكنهم من أصحاب الصوابق ومع ذلك قبل تتكلم أن المقابلين ليسوا إرهابيين ولكن أصحاب الصوابق ومع ذلك لما أقلتهم؟ أما أقلتهم؟ ألا أعلم من أخذ هذا اذا لم تقلت ان الوزير الخارجية الاسطوني كانت قد نقلته المواقع الالكترونية ووكالات الانباء عن مقابلة اجراها مع ازاعة كوكو الاسطونية بعيدا من تصريحات السيد توماس يبقى المؤكد ان الفيديو الجديد حديث العهد لا سيما اذا ما قررنا وجوه المخطوفين في الفيديو الاول الذي انطقت بعيد عملية الاستطاف والفيديو الثاني ماهي الدلالات في الفيديو الاول والثاني تابعونا في رحلة البحث عن الاسطونيين واحدة من الأشياء المهمة في انظروا في الفيديو تاپ هو اذا كان لديك فائل جيدا على اجراها يمكنك انظروا بعض الاسطونيات مثل الاسطونيات ويجب انظروا انهم تحاولونك مثلا مورس كود موضوع